أعلن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أسامة عبدالخالق أن اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى لمكافحة الاتجار بالبشر يعد فرصة لتجديد التزامات وتعهدات الدول الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وأعرب عبدالخالق عن سعادته باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر الذي لعبت فيه مصر دورا ناشطا خلال المفاوضات التي دارت حوله من جانبها استعرضت رئيسة اللجنة الوطنية التنسقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر نائلة جبر خلال كلمتها في اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى استعرضت النهج الشامل الذي تبنته الدولة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا